حيبقى تأثيرها ديسبي مش حيكون تأثير قوي البلوك في معظمها اللي بينتجي تكميم مخصطة أو اختلاطيات لكن ده مش معناه ان الدول حيكون جراء منتبع او البلوك دي بقى كمارك بقصة بشكل دير معدل حتى الخسايا اللي كان مواضح قوي كان مطار بشيكات العرادي او شيكات الدهجة بارد. دول اكبر قطاعيين كما مبقصين بحجم خسايا مباشرة وفعليا وطيجي الصوت. لكن باقي القطاعات ما كانش عندها تأثير حد قوي اللي كان موجود. فانا فكرت اتاج ربع الاول بالفعل احكون فيها طرابة. بس انا مش خيك من ربع الاولين الاقتصايا في ربع التاني. يعني ربع التاني من وجه التنظر هو اللي هيكون بالفعل فيه. مشكلة هتكون ان فيه رقود اقتصادي بدأ اخر. بدأنا نتكلم دلوقتي بشكل رسمي عن ان فيه مصالع بتنزل بدقة لتجاهل خمسين وسبعين في المائة. بنتكلم عن شركات بسرع حمالة. بنتكلم عن تخطيطات. بنتكلم عن شركات مش قادرة صعب المفتول للنتاج التام اللي موجودة عندها. انا افتكر ان الوضع هتكون اقصر صعوبة في ربع التاني. يعني ربع الاول. النتاج يمكن هتكون بزم افتح اول نتاج بتقليدية وعادية. او طبيعي في الارباح في شركاتها لم يكن خطط كبير. لكن في الاخر نتاج هتكون منطقية. نتاج ربع التاني هي اللي بفعل حدنا تظهر فيها مواصلات الازمة. بشكل افتكر ان هو هتكون اكبر بكتيب اللي هم تتكلم عندي. الحاجة فيه هو مضوع التنظيم التشريعي. جزء من الشغل المتاع اللي انا راح هت نتكلم فيه واللي بدأت النهاية فعلا كان لعنده رسمي اقتبارا من الاربع عرفات. رغم ان يعني ما كانش مستعد ان ده يتم في المرحلة دي لكن ده حدث فعلا هو الجزء المتعلق بتعديل تشريعي داخل سوء المال كهو. تعديل تشريعي داخل فيه تلات حاجات تقصية. بدأوا فعلا اقتبارا من العشرة ايام اللي فاتد هو اللي يتم وضعوهم قد التنفيذ. جزء الاول هو تعديل اللاحة التنفيذية لقنوص المال. والتعديل ده حيتم طبعا من الزبوع اللي جايه هو العنو فعلا. التعديل حيكون هاشم الحاجتين. اولا تعديل اللاحة سليل السمار بالكامل. التعديل التاني هكون تعديل بالنسبة القواعد الحوكمة المتعلقة بالسوق ككل سواء بقواعد المصراح او الشافية او الإجراءات المتعلقة بيها. في نفس الوقت حيتم بتشكيل لجنة عشان من القانونيين ومنخبوعات سوء المال. لانا في اسم اللاجنة دي انه هتعدل القانون خمسة وكسعين كله. زي هو قانون المالك لكل. التعديل ده مفترض ان هو هيعكس اربع حاجات. اولا هيعكس تعديل القواعد المصراح شافية. هيعكس تعديل القواعد التداول. هيعكس تعديل بالنسبة لجزء المتعلقة بالقواعد الشراح وعون الشراح داخل السوق. وهيعكس تعديل بالنسبة لموقف متعميل اجانب جواسنا. ده جزء منه الاربوتراج. جزء منه هيكون سديل فشور. جزء منه هيكون التاسيلات المتقاطر متعلقة جالس. جزء منه رقابة المالية المتعلقة بها. جزء منه مكافحة فسيء اموال جوا سوء. بتاكل بعض التعديلات التانية اللي هتم في مشروع القانون. الحاجة بقى التالي توضيع التخرج من الاعراض الواقع هتهم الناس كلها. التعديلات المتعلقة. قواعد المقيد او متوزيله. قواعد المقيد بالكامل. موجودة حالية الداخل للسوق. هيتم التعديلات بما فيها قواعد المتعلقة السوق خالي المسوع. يعني السوق حيومنا في فترة لاعاد هيكلته. وده مختار يقدر يعني لسه ما ناخدش التور التنفيذ. لكن المختار دلوقت ان السوق ده يتم اعاد شرنزيمه. ثم بعد ذلك تلغاء هزا السوق التابعة. حيومنا في فترة سنتين تأيبان وبعد كده هيتم الغابة. جزء التاني التنظيم المتعلقة بالسوق. جزء منه خاص به الوضع جهوه البارسة. ولاد التسوير ووضع تدولات. الجزء التاني وده الجزء اللي انا متخيل انه هو يجب انه هو يتم التصع فيه. هو الجزء المتعلقة بشكل مجزاتهم. العليات المتعلقة بانتخابة معظم مجلس الدار. حيتم الاقلال شوية من المعاينين. استماح بتعليم ممثلين لجهات تانية مكانش موجودة للوقت. هو السوق. جزء منه هيكون المسلمين. جزء منهم هيكون الشركات المقالدة جهوه السوق. هيتم جهوه المجلس. هيبدأ انه هو يسمح شوية بتكوين المضوع النقابة لوقت بلا سهل ان شاء الله. وتم حاله. هتصور انه هيكون فيه ممثل القابة جهوه مجلس دات البورصة. تتدور منه. فمسوع القرار جمهوي اللي تم صنوره في يونيو الفين وتسعة. اللي هو بينظر البورصة الوقتي. خاضها دلوقتي الكاملة اللي هو. فالامر بنفضل موقف التشريع. وتصور انه هيكون كامل. لان ما بقاش دلوقتي اختياري. احنا نتكلم عن مصر ممكن تكون بها تزماني من السنة الجاية. فياجب ان احنا نعمل التعديلات دي. جزء ما الاساسي من التعديلات دي انها هتكون جزء من مشروع قانون الشركات الموحد. وده المشروع اللي بساعة واحد وثمانين بنتكلم فيه. الوقت يبقى عندنا عشرات القوانين بالنسبة خمزين الشركات المساهمة والشركات اللي عاملة في سوق مصري. هيتم تكوين مشروع موحد لقانون الشركات. وبالشكل ده هتوحد الضغير. هتوحد ايات الارقابة. هتوحد ايات العمل. هتقلل المشروعات الموجودة الوقتي. وهو ده المنهج اللي يمكن بدأنا نتخرب فيه في اللجنة دي بقى حوالي دي وقتي. شكرا بديكم موارة تانية. سعيد موارة تانية. موارة تانية. سعيد موارة تانية. سعيد موارة تانية. موارة تانية. موارة تانية. تانية. طيب ازا الربع الثاني ننتظروا على حرر من الارجام لنرى رب عاد. لكن هل مصر كل هذه التداعيات هتتقصر في السواقع على تصنفها الدولي؟ هل نحن ورضى لما حدث في اليونان مسلاً ولما انخفر تصنفها الدولي في رجاج هل مصر موجودة في الشرق الاوسط؟ هل العرب وروس الاموال العربية هتسمح بتداعي مصر؟ ولا لا؟ هو ده اعتقد مكتور ابو هانتش وهو الكبير الاقتصادي البرنامج اللي هو المتحدة الاجناي اعتقد هو افضل شخص يتكلم عن هذا الموقع خبر رنيفان، السلام عليكم جميعاً هذي وجود طيبة لعلماء والسبراء والأساس لما ممكن في كل مجالات الابتصاد والمال والاساسنات لكم منه كل الهي والتقدير والشيء يسعيني مشابفيني أنا أقول معكم الآن أستاذ الدكتور السلام هو أزالة من فترة كبيرة دعاني هنا لللقاء معكم مرحب بكم جميعاً. أنا أتكلم يعني يعني طبعاً ها أكلم لما قالوا الأسد العلماء في الفترة المفتح في المقادة الفاتحة. وأنا جاعد أستنى وتتلاعد أفكار أيضاً. كل ما أسمع مقالة أبو ستنى يا جمهوري أنا الفتح في البرج الهدي يفتح كل ما أسمع كلام زي مير رائع جداً له معنى تطبيق يع علمي كل ما أنا إيه أبو سألاج المعلومات يبدأ عندي في شغري أنا. هتكلم في شركين أساسية. شرك التنظيم يتعلق بالنالي والشرك الآخر يتعلق بالجالب المال والجالب الفني والجالب التنظيم أي عمل يبدأ لابد أن يكون أساساً. إن لم يكن الأساس لأي مأمل أو لأي عمل أو لأي منتدى زي الحقيقة إذا لم يكن الأساس قوي فمش هيكتر أبداً للبناء المسادي. الأساس اللي يتعامل هنا لابد أنه أنا يكون عندي قواعد معلومات أساسية. قواعد بيانات متكاملة. أول قاعد معلومات يتعامل لأسا المنتدى هو البيئة. هي البيئة التشريعية. اللي بيشتغب سهل الانتصادي عن البلد دي أو العرب اللقم. البيئة التشريعية. التشريعات والقوانين المنظم والنواح التي تحكم الشركات والحلقات والمؤسسات. لابد أن يكون هنا بصريق عمل بروض يجمع البيئة التشريعية كلها بالكامل. القائمة المطبقة الآن لأن ما اقترش أنا أقوم في البيئة التشريعية بتاحت إلا إذا كنت أنا أزل أماني بالتشريعات القائمة للتحكم للنظام المالي والاقتصاد والأساس مالي والشركات والبورصة. اللي موجودة عندي. النقطة الأساسية التانية أحس. أني أن القواعد اللي معلومات يرسل بيونتكاملة. ما ينفعش أعمل بيئة تشريعية ولا بيئة اقتصادية ولا بيئة. لازم يكون متكاملة كاملة. بحيث أن أنا أضع قواعد أساسية أشتغل عنها. أنا أشتغل في الاقتصاد المصري أو تتكلم عنها. الثورة اللي بدأت الآن حالياً في مصر. والأحجاز الثورة المصري اللي بدأت في 25 يناية. وما قبل كده في تونس. واللي حصل ألف اليمن واللي حصل ألف اليديا. هذا كل يؤثر على جميع المصحة في المنطقة العربية كلها. ويؤثر على الوضع الاقتصادي حالياً في الوضع الحالي نحن في غيبوبة تنيعاً. في غيبوبة لا ندري الخراب الاقتصادي اللي حصل في بلادي. هذه الحقيقة. طبعاً أي الثورة في الثورة المصرية فيها تلاعيات لها إيجابية وصلبية. لا لازم تروي أي تصحيح أو أي وضع يحصل. بالإضافة إلى الأحداث التي تحصل في المنطقة حوالياً. النقطة الثانية لا نزال أتكلم عنها. لما أجي أتكلم عن عن البورسة. عن البورسة المصرية. أنا الوقت واحد مستثمة جاية. يجين واحد مستثمة جاية لآن. يقول أنا عايز أستثمة في الشركة أو في البورسة جاية. الرجل هفترض أنه ما يجين عايز أعايز من استشارة. أول شيء أعمل. يعني ممكن أستثمة الفاضل اللي كانت تتكلم الآن من أستاذ الفاضل المحسن. قال أستاذ محسن. قالك إني لا يصلح أن أنا أبدأ أحادل بالنظام التقليل. حتى قبل أحد الثانية. يا أخوان لا فيه لوقت أساني مستحدثة في عمل التقييم. عمل التقييم المالي النهاردة في سوف البرثة أو في التصنيع أو في عطي المنشآة صناعية أو المنشآة تجارية لم يعد الأسلوب التقليل بتاعه. أنا أعمل الأصول على الأصول والسيولة. مش عارفوا الكتاب أبدأ راح. أنا درسه بالطلبة في سنة وزن. إنما الآن لما يجينه أستثمة. ويقول أنا عايز أستثمة في الشركة. أنا أنا أبسك. أبدأ الأول ببساطة الشركية. أعمل كيف؟ أبسك الوضع الملي المواسسة دي كل. وضعها الملكة كل. وأبسك 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 وأبسك. أبسك قائمة المالية على كذا سنة. بقوامة أدافك وليس نتعيدها من الوضع الفعل القائم الموجود. وأبدأ أبسك وأبدأ أعمل أجاء بقى بلسلوب مستحدث بنعمل كيف؟ أبسك بقوامة الحديثة. أبسك القائمة المالية دي ونسمها ترق مواطنة. منطقة استثمالية من فوق لها تحليل وقتها. منطقة جارية في الموسط ومنطقة العاملات الأخرى تحت. أبسك فوق كفاك كامل. وأبسك أشوف الحكة من المالي بتاع الشركة دي القائمة الألحالية. رأس مالها إيه؟ إيه اللي بياد عن رأس المال من إحترفيات ومخصصات الكاملة التعاصيل أسلسع والرباح في الكلمات. وبعد ذلك أشوف اللي بسامح يوكل مساهمية مشكلة ولا إيه؟ في جانب أخر لكتران من البنون. أشوف هذا الكلام ده ماشي صحيح. وأخذ هذا الكلام ده وأشوفه ماشي صحيح. وأبدأ أطبق على جانب الأصول. في القوضة اللي خدتها دي. والكلام ده بشكل بشكل بيه فيه. في الهي تكنولوجي. تقنية عالية ولا ميديوم ولا تقنية متدنية. مرات نطلع بالنسب. تحليل المالي عالي جيد متاز جيد. لأنك إن الشركة تشتاعد في اللوتو في نولوجي. هل يفعل كلمات؟ هل هي لها أسواك محتملة دي؟ هل هي وضاع مستقبلية محتملة؟ أمسك الوضع الانتصال بتاع الشركة. لازم حل الوضع المالي حلل وقت العزام. واخذ الوضع الانتصال متاح. التجارة الدولية بتاعتها. أسواكها المحتملة. التقنيات المتدنية. هتطور نفسها تقنية المالي. هناك حدث تطورة ما فيش في الشركة ليه. ولا جماعة عادين يشتغلوا بطريقة عشوائية. يقول لك أي مال. لازم أربط اجدالب المالي كله تحليل كامل وتكامل. واربط الدالب الاتصادي معاها. واربط أيضا التقنية المستخدامة. الحاجة التانية ما فيش تبهياني. أنا عشان المستثمت هذه يجبني. أنا عايز أستثمت. أشوف إنه الشقة دي مقامة على أرض مستروجة من الدولة. وأنا على أرض مستروجة. أشوف الوسائق التي تستطيع ملكية كاملة للموقع. يا أخوان عملية تقييم. عملية تقييم. عملية تقييم. عملية بطلع من التقييم المالي الجولة التصادي. بطلع بقيمة عادة الاستاهمة. في النهاية خالص. بقول له قيمة عادة الاستاهمة هنا. أنتو تعرفوا. أنا عايز خلينا أتكلم مع بعضك يعاد ورشة عامل زميرة جدا. أنتو تعرفوا إن الأزمة المليئة العالمية اللي حصلت ليه في آخر. كان أحد السبابها طبعا كل يتكلم عن الروح للعقاري. مش كلا ولا إيه. والقروض وريل التشهر وكانك خفض خفض اللي بتاعتها الشروط اللي كان جدي بيت وكل مواطن ولمواطن كل بيت. وخضر أبو الدنيا. مش ده السبب الوحيد. لا. ده سبب آخر لم يتطعرف له الكثيرين. وتكشف مؤخرا. وهو المضربات المالية حول العالم. المضربات المالية في منطهة الخطورة. المضربات المالية. وعلى فكرة المضربات المالية ده حصلت. في الأزمة المالية العالمية في المنطقة 2008. أحد أزمةها الرئيسية المضربات المالية مع الرهن الأعقال والقروض الكبير. هو نفس السبب اللي حصل في 1932 في الكساد العظيم. كان سبب المضربات المالية عندما انهارت نزانيات البنوك كاملة. انهيار قام. في الكساد العظيم. الأزمة المالية العالمية اللي حصل. ما احدثنا في المنطقة العربية. قول لها ده ما فيها صورة مصرية من بفاية الأحداث اللي حصلة الآن. لما فيها الهارج والمرج اللي حصل الآن. مش عزبت في النوع دي. دي اخواننا عام لهازي الخوية الضغطي. عندنا. في هزي اقتصادية ما بيحدش بيجيشرف بيها. النهاردة الصدرات على في بعض دول من المصر هنا الصدرات في الفترة يفادي هبط بالفترة عشر مية. السياحة زي ما قلنا عقام محددة معروفة هبطت السياحة التأثير المباشر في السياحة مليار تغير شهري. الأعثار غير مباشرة على قطاعات الصناعة والحجمات. اثنين ثلاثة مليار شهري. النكيجة النكيجة ان فيها عجز في الجوازنة دي وقت اضطرت الوزارة المالية اضطرت من السلوك بأسعار فايدة عالية. يعني فيه أزمة وعملية التقييم المالي وعملية التقييم الاقتصاد والتقييم الاستثمالي هذا مربط يا اخوان لا فيها حاجة مهمة جدا. لازم أدرس القطاع المالي والقطاع المصرفي والقطاع الاستثمال الاقتصادي من خلال حاجة من سميع المنظومة معلوماته تكامل. لا يسطح أنه لأدرس الجانب المالي بتاع المزيارة القوارة وتدفقه النجر الوحيد طوالة لصدارك الوحيد. الناس يأخذ كل ده وحطه أمام عناية كل ده هيتطلع لي من الواسطين في الظروف الحالية دي الخلق الموجود في الوضع الاقتصادي العربي وأول قبر عندي هنا في التقلب على مصر هنا ودي بيتحتاج معاليات جديدة جدا. يعني هيت الرقبة المالية ده عشان ليسطور البورسة بيشندوها قرب يا دكتور ردو هي مش خلت مبلغ هي ده الرقبة المالية خلت. خلت مبلغ. لكن هل هو ده البرسلوب ديسك إيه؟ البورسة آه مشت. ابتدأت ومشت وفي أول يوم وخبطت تان يوم جامد ومشت. صبقت نفسها. ليه؟ لأن بده زي ما تكون عدت فترة على الثورة. الأمور شوية لحد ما مفيش ان احنا كنا خايفين البورسة تتخرم الدنيا وتخرم الاتصال وتخرم. إنما البورسة مشت نفسها عملية التقليم أخوانا لازم كلها جوان متعددة. ولازم انها يتم من خلال منظومة كاملة وليس من جانب واحد. ويجب ان انا احل البرسلوب بعيد زي ما قال للمعالي الدكتور ان انا ماخدش الكلام البتاع زمان ده اللي بدرسو في الجامعة وأقول ده انا اشتغل دي لا. لازم انا احطي ايدي النهاردة الجهاز المصرفي عن دي هنا في بسط. جسة كان فيه ندر بمعالي الدكتور سالي برحفير. حضرنا معالي نجوة كنا حضرنا فيها هدية نجوة في جمعات الاتصاد عن الديون المتعسيرة في الجهاز المصرفي. تتبع لها مليت سنة هذه الدواء الجهاز المصرفي. الى حد ما علي الموضوع ده فيه معاليات. لكن اللي حاصل اني البنوك خيفة. المهاردة البنوك خيفة الدكتور. ما مش قدر يحطرها جلبه قال لي ايه؟ ما لي جايله بعد شهر اثنين 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 مليه؟ قال البنوك المهاردة فيها تعافون ديون متعسيرة يا أخواننا فيه سنفهانكم بسرع كده ديوت اتخذت تتسرجت واصحابها وديون اتخذ الجماعة هنا خدوها وصرفها في حيات تانية وديون خدوا مجتمع وتعصروا ثلاث أنواع من ديوت الجهاز المصرفة في 2005 بدأوا يعملوا عمية الناس التؤسساتة في الأشياء العلماء الست بنوخ اللي عمل الناس في 2005 كانت القاعدة الرأسمالية للجنوب نتقل الخسارة المفضلية طيعة يعني البنوك بي الجماعة اللي هم محطين ودايع هي اليوم في خرجة بنين في الدولة في البنوك كانت سكوبة يا ضرب يا حبس يا عيد فجالك نعمل ايه المحكومة السابقة جالك تعملوا قدامي في الدولة جدوا البنين التكاثبان مع الخسران اللي بايز مع مجالة ايه إنما اياه في الحقيقة كانت قلتها ضنوك للقواعد الرأسيليات كلها بالتكتل بتعيدها جام يدميتوا منك بخيرة في منك مصر ومنك مصر كان له عنه مش عايز نام بتمكن خسران وبعملي عنه ومنك مصر فضلوا تاني استحواز ما بعد شوية كنا رأحوا كان لأيه بكارة تاني جالة تاني استحوزه كانوا تكون بطل صغاري وكانوا تبعا مش عايز اسفرسماء يا اخوان أنا عارف الكلام ده باسبوب ده انت بعمل استحواز يعني استحواز يعني استحواز يعني عمليه بيك اشتريه حدينه كنته بستة مليار وهو عالي الدون أربعة ستين مليار شفته مصرات كورة بس وخادوا منك مصر بالقحر خادوا وعدوا وصيبت نواة دونه بتاعصيرها باعتبارة الكاهرة هي اللي ما اجيزها منك مصر الآن يا اخواننا المسألة محتاجة تقييره تقييره اقتمالي مصرفي مالي استثمالي اقتصادي كله على معطيه والموضوع محتاج يعني يعني محتاج نتكلم فيه جدا لو رسكنا الموضوع بس البيئة التشريعية نرى قوانين الإصغمار للأجنال المواشة شوفنا ال متى من القانون سنة الأربعة وخمسين من الفتاق سنة، سنة بخمسين والأربعة وخمسين كانوا أولين شركات المساهمة الأولين خارج فتدهيره ودوم قوان من الفتاق هذا من القوانين بتاعهم استثمان الأجناء المباشرة وشركات المساهمة زي ما كان ما عرف الع"; محتاجين قانون يجمع في شركات المساهمة إن كان حديثมان المفتاح النقطة الأساسية merci للآن عندما يجيب النابل المواشر في أخر راكب جاني في أخر السنة في 2008 صنع ولا في 2009 كان في 2007 كان 11 مليار في المعصوبة 8 مليار عندما يجيب النابل المواشر على القطار الإقتصادية لدينا أغلقها في المتحول الثانيين لا يجيبوش يا أخواننا للإستثمار للنابل المواشر الثاني برضو ما زلت أقول لأسال العلماء أنا لما يجيب الإستثمار للنابل المواشر مبارا أنا لأجيب فلوس أنا لأجيب فلوس أنا لأجيب تقنية أنا لأجيب إستثمار يصاحبه تقنية عالية في المستوى زي ما عمل ماريزيو عمل ماتين محمد مستخلة ماريزيو فوق 15 تاولة أوروبية في التصمية وزي ما عمل بالصين يا أخواننا حرب العملات ساركوزي راح الزام السن المترتار بحديام ورجع من ننجلك حرب العملات هتبنى مجيب لكم منه كل شكرا مفيش طبعا أكثر من كماني الأزمة العالمية أصدرت مقال أعتقد في ديسامبر أو نوفمبر 2008 كان نوانوان كشفت ظهور الموبيلين كان الأداة عن استقصاء ولي كان عملوا في يناير سنة الفين وثمانية بدل الاستشمار مية وعشرون شركة عالمية وكانت التوافعات إلا توافعات إيجابية وكانوا كأن المقال ده كان عقاب لهم إن أكثر من خمسة وثمانين في المية إلا توافعات إيجابية لعام الفين وثمانية وهو كان عن الأزمة وأي متخصص ولو كان مبسيط في السوق كان يعرف إن تدعيات هذه الأزمة ظهرت من شهر الثمانية عام الفين وسبعة وأن الموضوع كان محتاج الرؤية أكثر وظوها ما كانش محتاج عملية والمضاربات اللي تند عليها وإن كان عام الفين وثمانية كان عام المقسبي لأن عام الفين وثمانية كان عام جيد خاصة في أسواة المال العالمية ويمكن جت كنا في أزمة أكبر من كده في الأزمة العالمية وجدت الأزمة وجدت نتائج الأعمال في الفين وتسعا يعني لغاية رؤية الأخيرة في الفين وتسعا كانت تبت لها نتائج إيجابية اجيابية فانا انا اعمل من الله سبحانه اعلم ان يكون هذا ولاداء لمصر خلال الفترة اللي وابدنا اخضرنا بالتجاهة دلع مصر لتمور بحدث استثنائي من الطبيعة عشان كده احنا نتكلم او مجمعين مجموع من وراء المفاق عشان نقدر نافر بقرارة ظهرت دائما ما تظهر نغمة كتوئيد الازمات مش نغمة هو طيار بيفكر في الابتصاد بحاجة اسلامية بمعنى ان اليابان اثناء اثناء حربها للخروج من الازمة العالمية اللي كانت محاق في 2008 وصلت سعر الفائدة لما يخترب الصفر واذا اقترب سعر الفائدة من الصفر اصبحنا ندخل لعباء في الابتصاد الاسلامي طبعا ما اددش اتكلم عن الابتصاد الاسلامي والبطور محمد محمد البندري ومتواجد وهو طبعا نابل جدير العامل اللي يقابع المعارلات الاسلامية ببنك مصر وله باع باع قويل جدا الابتصاد الاسلامي خاصة في السعود في السعود السلام عليكم السلام عليكم والله باشكر في القرآن مع داور الكريم المطقي في كيف والعزاء وفاصل ان اكون الابتصاد الوهنطش وانتعني جدير قطعنا كم جدا في السقنة المصرية السعودية عن برض مواضيع خاصة بالصاد الاسلامي ولكن انا املمت احسن انا قول انا عديث محسن سؤالين وتقوم لعليهم نتكلم او ما اتكلمش انا احسن كنا مجوبة السؤال الاول هل الهل التعاملين او المتعاملين في البورصة هل محتاج تتقولوا عن كده وانهم قدر كده يعبروا عن الكتاع الاسلامي في مصر المحار الحالية هم كيفين لكن اكيد المحار اللي جايه هل احتاج عدد هالعدد اللي عاملين مش محتاج العدد فقط ولا احسن كفارت قدر ده بالنسبة للعاملين لكن المتعاملين هتجين بالتأكيد العدد أكبر بكين لو نتعلم على المصرمين فهم نحتاجين من احنا نزودهم بشكل اضعاف وضعاف اللي موجود دي الوقت نهدا بتتكلم في مليون وسبعمائة الف مكوديين خمسمائة وخمسين الف هما اللي بتعاملوا كل السنة منهم الاختف غايف اللي هو بتعامل يوميا خلق خلصة بسينة الممكنة بالاسواق العربية والأوروبية اللي لوت رقم ضعيف جدا واذاك نحول حقائق بعض عن السور المصر المجاهة تبعا عن اسراعيين محاري سندين وجاد هناك بعض المتعاملات محاملات المصرفين الإسلامية بالسور المصري اللي تقنق بالمستوى الدولي هدي بس مستوى على خلاق اللي انا كونة دفتة الدكتور مهانطش على ان من احد ازمة عالمية ان المعاملات عن مدربات كان حجمها في سبتمبر سنة 2008 كان حجمها ستمائة تليليون دولار في حين ان النادج الكومي كله عن مستوى العالم كله في السنة كان ستين تليليون دولار وذلك لمحصة الازمة اللي رقم نكون لها انتهج اللي ممكن شفية الأرقام على فعالية اللي تكون لها رقم ايه؟ أرقام رقمية وديون ومدربات ورزلك من حوالي اربع او خمس شهود بالظبط كانت ملكة اربع قرارات من استاذنا الدكتور حسين الحمد الحسان والشيخ الصلاة الكامل قال لك انها تقرأ من كتاب فوق المعاملات الاسلامية انها منعت مدربات على السوق منعت البيع الديون منعت البيع على الهامة في الاسواق في الاسواق المالية انها اكون زي امريكا او زي اليونان ما عنديش اقتصاد حقيقي انا عايز اتعامل في ايه؟ ايه؟ انا عايز اتكلم على اقتصاد حقيقي وليس اقتصاد بيون او اقتصاد بيون اذا في مصر النهاردة تعقيبا على الكلام اللي اخونا اللي محسن قاله احنا محتاجين الى شريحة الخشل السورة وفي اموال تريل في مصر ويمكن القمر اللي ظهر باخران دي في مليارات موجودة في مصر اما بتوجيها دوقيت خطأ او موجودة في البيوت او موجودة ببعض الحزبات غير متعاملة لان انا اجل منذيئة يعني خليسة بتتلوا عادي في مصر بعد مرجعات ووجات لانه هناك شريحة من كثير جدا من المصريين يحكموا عن التعامل في البورصة لانه هم معدومش فكرة عن ايه؟ اولا بورصة متاجين زود الواحد وسانين معدومش رغبا انهم اشتار بورصة فيها معاملات كانت تكون محرمة او تكون فيها شوقها شراعية وذلك المرة تجروب اللي عملناها البنك المكتبات الواطنة لان اتحول بانك مصر بالحوالي شهرين ومن الرغم من البنك مصر لما اخذ لما طلب مننا روح ومستدر البنك الواطنة ومتحول بانك يسام والحمد لله الشعراء البنك هيتحول بانك يسامي كامل قالوا احنا عادينا نطور بانك مصر جوه بانك هكومة قالوا احنا عادينا نطور معنا المصرفية الاستمية في هذا البنك للهادف الاساسي انا اتقالت يعني امكين نعمل دي مش حاجة فالص بانك مصر بانك هكومة عايز كده فكثير جدا من المتعاملين اللي مخوش البورصة انهم مش عارفين نهاية البورصة اولا وانسانين يقول لك لا انا عخوش ترق اسر هي من ناحية الشرعية للجائزة اولا عشان في عجلتها فيها شبها ايه حرامها انا شعيش ترق فيها فكثير جدا من الناس من النهاردة بدوروا على ايه على كيفية للتعامل في البورصة ولكن من ناحية الشرعية هذا الكلام مش مجرر نظري بلاكن من الاركام العملية كان نجينا تساولا كتير جدا من المتعاملين مع البنك والبنك البغاطني يقول لي طب نعيد الشرع في بورصة الشرعية ازاي وزاك عادة البنك البغاطني حاجة بويسة جدا من احنا الشركات ان احنا عملنا تصنيف لحوالي مية وعشرين او مية ومشار شركة في السوق من مساكلين التعليم وكده وطلناها لمنوب ايه شركات الحالات والشركات ان يوم تنمو بتعيش فيها انها حرام خمسين شركة يكون تلك الناس يتعملوا فيها على سرعة احنا الشركات الين في التداول الاسمالية في السور المصر يتعاملها مقتمر او يعني زي ما قلت المنتدى من حوالي سنة ومن في احنا الشركات من قرنطية او حاجة فكانت اعلانك كده عن لها ان هي ايه كيفة ندلك على الاسمال في الاسمال ايه الشرعية احنا وكش موجود بس احنا الناس قال ليه قال ليه كان عنديها اصحاب كتير جدا سلم الناس عزين يعرفوا ازاي يتعمل في هذا ايه في هذا الجانب النقطة اعطاك لهم محتاجين حاكتين اللي هتكلم بس نتانين عرف الناس يعني ايه برصة ويشتغل معها ازاي انا جال كتير جدا السلم الناس زوجت على فيلم سابقنا انا عادي اخوش تسهم في البرصة يعني ايه البرصة دي ففيه ادام والجهل ايه او عدم كل جهل او عدم قلمات بهذا التعامل نقص في الواحد ثانيه ازاي يشتغل حتى ونقول للناس عادي مضموعة من شركات عندنا خمسين شركة في الاسهم بتاعيتها ممكن تعمل انت بطاك ناين شركات حلال اعطاك من حينتين دولا لو احنا عمالنا من التوعية والتنمية للسوق وإمام لبعض الرافضين في التعامل في السوق اعطاكنا هكتزبو شجاعة مري جدا احنا متنموين اما سواء في الداخل او في ايه في الخامس سكوك اه سكوك هتكلم عن سكوك جميل توضع للاخوة وضع السكوك هتكتزبو شجاعة اقول حاجة يمكن ايه مش عباسي لده اتنية حاجة مهمة جدا احنا لما جاءت مصر نورت من التكنية هذة مننا يعني دانا ربنا اقام لنا ساعات في تطوير بعض مصر الاسمينة بعض البيهات لكن قلت في مصر اتنية من حاجة ده كده كونت بمتدى اسمت بمتدى المصر الاسمينة وده بيشتغل حاليا وخلاص خد الموافقات وكل حاجة ده من مجموعة احساس ده من التأمينة من المصر اقام لنا ساعات الاسمينة ومن الناس اللي هما المدراء او رؤساء المصرفي الاسمينة في مصر حبيب في مصر عندنا حايداشر باند هدون مصرفي الاسمينة حاكملك مصر بيد كليار جنيه في هذا جاني وعندنا حوالي بيتين وخمسين فرع اسلاء محدد ايه ارقام لنبيتها جده سريعة اا الاترة دوت كان يدفن من احنا نعمل التنمية للمصرفي الاسمينة وزيدة وعي للناس يعني باند اسلائم يعني دي قضية خطيرة جدا في السيوء المصري محدش عارك عن اي بانك اسم خارج هتجد اتحدى اي حد في اي بنك ونقوم بينا نارضا قولي اي بنك اسم فلي منه بالبانك الايه التقريدي انت عملي افتر ايه رح ستر ايه فلي الانين ما عطيش حد يا جوب على الا انه غيرها فالقضية حملنا المدده دوت فبعلا معنا كازا اتماعك انت مرتفع شهر يوينيا الجاي ان شاء الله كانت حصل الصورة ان شاء الله في الصورة الحمد لله ده اللي عزي ان اتمها لاخير بعد كده قلنا نفس امي الحاجة بقى في هذا الجانب وخاصة مع الصورة دي بادي بحاجة لمصر فاجت معنا في احد الاخوة الاساسة من الجامعات دعا احد مششارين رئيس الوزراء بالطول من مششار رئيس الوزراء قال له احنا اعمل كذا وكذا 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 يهم الكلام ده وانت قاعد ايهم اني انا اجيز اسمع الكلام ده وليد يكون عندكو حاجة اتماعك بقى اجي فعلا معنا مجتمع اعمل معنا اول اللي فاعمل نشوف الاسوائي عادة وقال يا جمال عندنا اقتراحات لتنمية الاتصال او لتطبيق المصروفية الاسلامية في مصر لتطبيق اي حاجة للاسهول مصر يمساعدينها في دور الكلام معنا قالت اعملين دراسات وده اقتامها وشوف ايه اللي عندنا جينا دي اسواء فعلا عمانة دراسات دي معنا عشر موضاعات اهم الموضاعات اختارنوها اول انبلاع او من جيب الثلاثة ايام اختنى ثلاث موضاعات اول راحنا فيهم لها داخل موضاع السكوك علي بنعمل دراسة ازاي نعمل السكوك اسلامية مصر مجمع عندنا فعلا في كل سطر غمت من نواح المالية المصرفية والمهنية مجمع عندنا نزماع الشرعية ودلوقتي فيه لابنة مشكلة اللي عمل السكوك ازاي نديها المجلس الوزر ثاني مشروع احتي تزين نمول المشروعات الصغيرة داخل مصر ان خلال صدوق شرعي اسلامي جمع فيه مكوعة اموال عشان نمول بيها هذين مشروعات ويبقى التلف مشروعات دولم اتعارضوا من تلف ايام وفعالي المنورة والشريس الوزراء ويبقى الشرعيين فيه لكن اهم موضة بجان المحصل هي السكوكي نجحت اهمها ماليزيا انجلترا استردميتها الامارات استردميتها البحرين استردميتها السعودية برضو في سابق استردميتها وكان عام مهمة جدا للنجاح لكن زي ما انا فان محصل من شوية محتاجين تشريع لهذا السكوك السماء صالح اللي هو كان بالهاجة قال ان احنا كنت قابدهم من حواليسات الشهور قال ان احنا عندنا النهاردة مشروع اللي ازاي نعمل السكوك اسلامي وقابدت على فكرة رئيس الوزراء وعادت معاهم ان احنا كنتم تحط الية لانستار سكوك اسلامية يمول ديها عكس دين الموايزة المطلية الشرعية بتنشو مش هو اللي عايزة عمو المشروعات بايه للدولة ان شاء الله اتمنى ان احنا نعمل وعد لازيك بسدية ان شاء الله اللي فان قابلناها واجهة طلحتها في الدراسة اللي عملتها للمشروعات الوزراء واثروا ايه اللي حصل مع مدرسة المالية زي نزل السكوك وتكون هيا بديل لازونة الخزانة بتطلع في السوق وليه الحمد زي ممكن مبروز بها جاية حتى نهاله دراسة متكاملة لكن قالك على كده على حق المهمية جدا هي الواحد للسوق المالية النواد الشرعية السوق المالية موجود ديها بعين متفلش معا تكمل الكلام معايا مواد التاني اللي بيقول عليه ان تطور فروب الباس فالك عايز السكوك المالية عايز السكوك المالية السكوك متأسر ببرد معين بسكوك مالية مش كاش السكوك بتأسر ببرد معين يعني متعبين لتقسم فيه عشان تطلع على هذه الاموال للمرشونة الخاصة ده مع البحية وخار البحية عبين القضية ان احنا قالنا احنا جبنا حاجات وحطناها في دراسة موصول قانون تأيبا جبه ان شاء الله اعلى حضر حاجة النسخ بتاعك جميل جد يعني اتمنى الحاجة الاجابية اللي حصلت ان خلال اسبوعين اجتماع راجد معنا مرتين وقفت معايا وهنا ثلاث ساعات اشتغل ان خلال اسبوع جهة مختلفة يعني لحد ما تدراسة لحد ما كنت عاملين تدراسة بكده وانا اعرضها ان شاء الله خالد عاشق ديام يعني ممكن ديام الحاجة كل مناصرين مقدم فكرة جيدة اوية منطلع بالعكسة حتى الممتدى ان شاء الله الناس اللي هم تبقر ان هم يساعدوا معالجة الناس وهنا هي حاجة تفضل السوق فهي ناحي الملايه مع البانجين لكن شاء الله كم البانجين انا كلم بس عليه حيث الناحي الماليه والشرعيه واشترك معنا دعوة الكريمة وشاكل اقوال سوف نحن هم تشوفنا كذلك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر